اشتركوا في القناة انكل بريكيا الاندكس انكل بريكيا الاندكس ده من الحاجات اللي الدكتور الجراحة العواية الدموية بيطلبها من دكتور الاشعة عشان يعرف ضغط الدم عند مستوى الكاحل او مستوى القدم عشان يعرف هل الدم برغم ان فيه قصور في الدورة الدموية هل ضغط الدم في المنطقة دي ضغط كافي ولا ضغط قليل بحيث ان هو يحافظ على حيوية القدم من تحت لان فيه بعض الحالات بيبقى فيه قصور في الدورة الدموية او فيه انسداد او فيه في الشريان بس ده مش مؤثر على ضغط الدم اللي واصل عند مستوى القدم وبالتالي العينين دول ممكن ما يحتاجوش ان احنا نعملهم تدخل جراحي او توسيع ببلونة او قسطرة تدخلية فاهم يعني حاجة مهمة جدا ان احنا نعرف مستوى ضغط الدم عند مستوى الكاحل وهو ده المقصود بحاجة اسمها انكل بريكيا الاندكس انكل بريكيا الاندكس برغم ان هو يقدم الوقت باي اختبار ليه حساسية وحساسية معينة الحساسية بتاعته للأسف بتفقد مع مرضى السكر وده بسبب ان مرضى السكر بيبقى عنده حاجة اسمها تكلس في الشرايين فالشريان بيبقى عمل زي اللي هو المطاطي اللي المفروض ان هو الاستيك الول بتاعه الاستيك لا بيبقى عمل زي او امبوبة صلبة فالامبوبة الصلبة بالتالي عشان اعيس الضغط فيها يبقى اعلى بكتير من المفروض برغم ان العيان ده ضغط الدم عنده مستوى الكاحل متأثر جدا بس اللي خلى الاي بي اي عالي ان فيه تكلس او فيه تصلب شديد في جدار الشريان وبالتالي الحاجة اللي بدأت حاليا بنستبدل بيها الانكل بريكيا الاندكس او المور اكوريت او الحاجة الاكثر دقة حاجة اسمها سرعة الدم عنده مستوى الكاحل ودي ادق من ضغط الدم عنده مستوى الكاحل حاجة اسمها انكل بيكسستوليك فولستي اي بي اس في ودي بنقدر نقيس بها سرعة الدم عنده مستوى الكاحل ونقدر بناء عليها نحدد اذا فعلا العيان ده محتاج تدخل جراحي ولا لا هل مستوى الدم اللي واصل عنده مستوى الادم ده كافي عشان يحافظ على حيوية الرجل ولا فيه اي مشكلة فيها وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة